ادارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة أن القرار رقم 14 لسنة 2022 والصادر بشأن منع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد سوف يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 18 من شهر سبتمبر المقبل ويستثنى من القرار المذكور الأكياس المستخدمة للأغراض الطبية أو الأكياس المصنعة بغرض التصدير إلى خارج البحرين ويأتي قرار حضر الأكياس البلاستيكية بهدف حماية البيئة من الملوثات الحد من انتشار المخلفات البلاستيكية التي تشكل خطورة كبيرة على الحياة الفطرية في البحرين يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة قامت بإعداد دراسة شاملة لوضع مصانع الأكياس البلاستيكية ونقاط البيع الرئيسة بدائل الأكياس البلاستيكية في المملكة حيث إن نسبة 86% من المصانع المحلية سوف تستمر في صناعة المنتجات البلاستيكية غير المشمولة في القرار الوزاري وإن نسبة 100% من هذه المصانع تنوي تصنيع الأكياس البلاستيكية متعددة لاستخدام ترجمة نانسي قنقر